خلينا نروح بقى لحساباتنا إحنا قصة سانداونز والأهلي والهلال ومين أقرب للتأهل عن المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا الموقف الحالي زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشة بعد فوز الهلال مبارح تصدر الهلال المجموعة برصيد 9 نقاط من أصل أربع مباريات لعبها وبيجي وراها سانداونز في المركز الثاني بسبع نقاط من ثلاث مباريات الأهلي في المركز الثالث أربع نقاط من ثلاث مباريات كوتن سبور طبعا خسر الأربع مباريات اللي لعبها وبالتالي هو بر الحسابات تماما ليه بقول أنه مباراة سانداونز يوم السبت هلبي يوسيلف لأنه في حالة مكسب الأهلي مطش السبت إن شاء الله يتساوى مع سانداونز في الرصيد ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة وبالتالي يركب هو في الجدول يبقى تاني الترتيب بعد الهلال السوداني لكن هنا في نقطة مهمة جدا هي مش بس فكرة أنك هتتخطى سانداونز في جدول الترتيب فكرة كمان المباراتين اللي جايين بالنسبة لك هيبقوا أسهل نسبية عندك القوتن الكاميروني الفريق اللي خسر أربع مباريات في دور المجموعات وعندك الهلال السوداني آه بس فين في القاهرة فبالتالي ست نقاط أنت أقرب لتحقيقهم لكن هناك على الناحية التانية سانداونز والهلال وصحيح الهلال هيكون متصدر لكن عنده مواجهة مهمة جدا جدا بالنسبة لها لأنه أيا كانت نتيجة المواجهة فاز الهلال فاز سانداونز اتعدلوا الاتنين نتيجة المباراة دي في جميع الأحوال بنسبة 100% هتخدم النادي الأهلي وهتكون في صالحه لأنه واحد من الاتنين هيبعد الطرف الثالث عن المنافسة ويبقى بكده الأهلي ضمن بشكل كبير جدا التأهل كمتصدر أو كمركز ثاني عن المجموعة حسب نتيجته في الجولة الأخيرة في مواجهة الهلال عشان كده مكسب سانداونز يوم السبت وإن شاء الله الأهلي قادر وإن جوم الأهلي عودونا وفرقة الأهلي عودتنا أنهما إحنا بتوع الصعب والصعب جاي لنا في جنوب أفريقيا يوم السبت اللي جاي مع عدى ذلك تخرص المباراة على أسوأ تقدير بالنسبة لنا بالتعادل يبقى هنا هننتظر بقى نتائج الآخرين وأهمهم برضو هتكون مباراة سانداونز والهلال